كل إنسان يشتكى على مرتشي ومو إنسان احتياده ضابط يضربوه بهالشكل ضابط ينجو من الموت بعجوبة بعد اعتداء وحشي الرائد مثنى يتعرض لهجوم مباغت طعن فيه بالسكين وكسرت عظامه وأضرار أخرى جسيمة والسبب مساهمته في حكم ضباط ومنتسبين متلبسين بالرشوة كما تقول عائلته التي روت لنا ما حصل راجع من الدوام والهوة دوام مطار بغداد ضابط بالجوازات من رجع للبيت تعرضه على تقريب يوم 12-13-1 بالسكين والقامات والطلقات لأن كانت عدة مراجعة بالمراكز وشاف ضباط ومنتسبين فيأخذون رشاو وهي أثبت عليهم وظلوا يهددون به كودا أن أثبت عليهم يأخذون رشاو وهي ممتسبين نفس الحالة زيان ظلوا يهددون به يدزوا للرسائل ظلوا يتابعونه مثنى معرض للقتل في أي وقت هكذا تقول عائلته يشعرون بالقلق ويطالبون بالحماية حماية يتساءلون معها عن سبب فتح مجلس تحقيقي بحق ابنهم بدل مكافأته وفق حديثهم لمساهمته في محاربة الفساد والرشوة من كذل المنتسبين والضباط اللي كذلهم تشكل عليه مجلس تحقيقي ليش شنو السبب تشكل عليه فوق ما لزم المرتشين تشكل عليه مركز تحقيقي هو هذا العدل أنا طالب رئيس الوزارة طالب وزير الداخلية أن ينظر بقضية أخوة يعني انذبح قدام الملايين وضعي تهيز بخطر معرض للقتل ونحن نطالب الحماية الرائد مثنى ونطالب الحماية من هاي الناس ونطالب الوزير يشوف وضعه ورغم تيقن الضابط المعتدى عليه بأن الحادثة من منظاره كانت كمين مخطط له بعد تهديدات عديدة لكنها سجلت كمشاجرة ولم يتم القاء القبض على المعتدين لغاية الآن وبانتظار ما سيستجد ومعه يبقى حق الردي في القضية مكفولا للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر